أن بعد النهاية والتعدل اللي هو ربما قد نقول المنصف للمنتخبين معا بما يعني يستضم مع الناخب الوطني وليد مشهد حركة لريادية لأخلاقية في مباراة كرة القدم إفريقية يعني تنشد الاحترافية بالمعايير الدولية لا شوف وسلوك عادي في كرة القدم كرة القدم هي في كرة ديال التنافس طبعا المشهد مقصوش يكون مصاحب بعنف طبعا تبدو الكلام حول موقف معين قام به اللاعب إلى غيره واستفز مثلا مدرب معين ودخل المدرب للتوضيح ولكن اللاعب ما غيقبلش في ذاك اللحظة الإعلامين غيتحولوا الجمهور ما غيبقوا شي في الإعلام غيبوا اللي يجيها إلى غيره ولكن في نهاية المطف كما أنا أتفق مع وليد فيت صراحة بمعنى عمليا لقطة عابرة كان شاهدوا أتف برمير ليغ شاهدناها ما بين مدربين ما بين وارديولا وكلوب وشاهدناها ما بين تكلمتي على وليد نسمعوا ما دخل على وليد ونكملوا النقاط حول هذا الموضوع هذا يقع في كرة القدم أحترم مبينبا لربما إنه الأدرينالين ما يجعلك تتفاعل هكذا للأسف هذا ما قلته لللاعبين لم نقدم صورة جيدة سواء نحن أو الكونغو لهذا يجب أن نبقى هاذئين إنها فقط المباراة الثانية كذلك مع الحرارة لربما الكل ينفعل لكنه ليس النموذج ما وقع بيني وبين مبينبا أو اللاعبين أضحى من الماضي بيني وبينبا وموبين يتكلم على ذلك غريبا